مرحبا بكم في قناة الأكاديمية الأمريكية العربية معكم الدكتور عبدالله السراي في هذا الفيديو سنتكلم عن أحد الأسئلة الشائعة التي تصلنا من خلال صفحتنا صفحة الفيسبوك الخاصة بالجنسية الأمريكية مع الأكاديمية الأمريكية العربية وأيضا اتصلنا عن طريق قناتنا قناة الأكاديمية الأمريكية العربية وهي أنه هل الغرامة المرورية تعتبر من الأشياء التي قد تؤثر على الحصول على الجنسية الأمريكية أو لا فحبنا أن نسوي هذا الفيديو لكم لنشرح هذا الموضوع وأيضا لننبه إلى أن هناك سؤال في الأبليكيشن فمعظم الناس المتقدمين في طلب التجنس يخطؤون في الإجابة في هذا السؤال لقد لاحظنا أن في معظم الفيديوات ومعظم الأشخاص ربما يقولون الإجابة إلى معظم أسئلة الجزء الثاني عشر أسئلة الـ yes no question هي تكون بـ no يعني عندما تسمع عبارة have you ever رأسا تقول لا أو مثلا عندما تسمع هناك مصطلحات مثلا كلمات مفتاحية have you ever تنتجيب بلا لكن هذا خاطئ وغير صحيح يجب عليكم أن تنتبهوا إلى الإجابات وأيضا أن تنتبهوا إلى معنى السؤال وما هو المطلوب لأن هناك إجابات قد تكون yes كما شرحنا لكم في تفاصيل الأبليكيشن وخصوصا في الأسئلة الأخيرة من الجزء الثاني عشر من الأبليكيشن فيجب عليكم الانتباه إن لم تشاهدوا الفيديو الكامل في شرح الأبليكيشن على قناتنا قناة الأكاديمية الأمريكية العربية فيمكنكم مراجعة هذا الفيديو ومشاهدته ومعرفة التفاصيل وفهم أسئلة الأبليكيشن فيجب عليك الحذر لأن أي هفوة أو خطأ بسيط أثناء المقابلة فقد ربما يعتبر كذب عليك وهذا سيؤثر عليك في الحصول على الجنسية الأمريكية فخلونا نبدأ بهذا الفيديو ونشرح التفاصيل وما هو السؤال المحدد الذي يجب عليك الانتباه عليه في الأبليكيشن في هذا الفيديو قبل أن نبدأ في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا قناة الأكاديمية الأمريكية العربية من خلال الاشتراك والضغط على زر الإعجاب واللايك وأيضا التفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد من الفيديوات التي نضعها على قناتنا وأيضا نريد أن نذكركم بأن لا تنسوا مشاركة قناتنا مع كل المهتمين لأن إذا وصل عدد المشتركين في قناتنا إلى عشرة آلاف مشترك سنقوم بإعطاء درس حي للتقوية والدراسة إلى أمتحان الجنسية الأمريكية لنبدأ في هذا الفيديو بعد الفاصل من الأسئلة الأشعة التي تصلنا هي هل يجب أن أرفق نسخة من الغرامة المرورية في استمارة الأبليكيشن الـ N400 يعني البعض ربما قد يحصل على تيكت غرامة مرورية ربما لسبب أو لآخر حتى لو كان يسبب غير مقصود ربما الضابط المرور قد يعطيك تيكت غرامة مرورية لكن هل يجب عليك أن ترفق نسخة من هذه الغرامة المرورية في استمارة الأبليكيشن الـ N400 هل يجب عليك أن تخبر الضابط عن هذه الغرامة يجب أن نعرف التفاصيل قبل أن نرسل استمارتنا إلى مكتب الهجرة والتجنس طبعا الغرامة المرورية هي لا تحرمك من الحصولة الجنسية الأمريكية لكن يجب عليك الانتباه كيفية الإجابة على مثل هذه الغرامة المرورية حالها حال أي شيء ممكن أن يحصل مع أي شخص لكن هي لا تحرمك من الحصول على الجنسية الأمريكية فلا تكون سبب ربما يكون صعب للحصول على الجنسية الأمريكية لكن يجب عليك الانتباه وكيفية التجنب الخلال الاستمارة طبعا في الـ N400 لا يوجد سؤال محدد عن الغرامة المرورية ولكن السؤال 23 يسأل إذا تم اعتقالك أو استدعاك للمحكمة يجب عليك الانتباه على هذا السؤال يعني هذا السؤال هنا مثلا يقول طبعا البعض يمكن يقول إذن سأجيب بـ No لكن يجب عليك الانتباه إذا حصل معك غرامة مرورية أو حصلت على تيكت يجب عليك الانتباه هنا وتجيب بـ Naam إذا لم تحصل على غرامة مرورية أو تيكت خلال الخمس سنوات وخلال فتاة إقامتك فهنا تجيب بـ No لكن إذا حصلت على غرامة مرورية على تيكت لأي سبب من ما يجب عليك أن تجيب هنا بـ Yes لأن الغرامة المرورية تعتبر هنا Citation Cited يعني هنا Have you ever been arrested يعني هل تم حجزك أو اعتقالك أو استدعائك يعني من قبل محكمة أو تم اعتقالك من قبل أحد ضباط الشرطة أو ضباط الهجرة وغيرها لأي سبب إذا تم الاعتقال أو اعطاك غرامة يجب أن تجيب هنا بـ Naam لأن التيكت أو الغرامة المرورية تعتبر Citation هنا Cited لذلك يجب عليك الانتباه إلى هذا السؤال الغرامة المرورية كما قلنا لا تؤثر على الجنسية الأمريكية ولكن يجب عليك عدم الكذب في إدلاء المعلومات يعني إذا حصل معك غرامة مرورية يجب أن تتب نعم وبالتأكيد الضابط سيعرف التفاصيل وما هو سبب الغرامة وماذا كانت النتائج النهائية من وراء هذه الغرامة يجب عليك أن ترفق نسخة من الغرامة المرورية وصل الدفع كيف حل حلة المشكلة يعني سواء ذهبت إلى مدرسة تأهيل أو تدريب وغيرها أو ما هي كانت النتيجة النهائية إذا ذهبت إلى المحكمة هذا في حال يعني يجب عليك أن ترفق الغرامة المرورية ووصل الدفع وكيف حلت هذه المشكلة إذا كان الغرامة بسبب القيادة تحت تأثير تناول الكحول والمخدرات يعني في اللغة الإنجليزية هي DUI واللي معناها في اللغة الإنجليزية يعني Driving Under the Influence يعني قيادة تحت تأثير تناول الكحول أو المخدرات يعني في حالة أنه كانت الغرامة سببها هذا السبب يجب عليك أن ترفق نسخة من الغرامة كيف حلت المشكلة وكيف يعني الدفع الغرامة وغيرها وما هي كانت المحاصلة ونتيجة نهائية أيضا إذا تم حدزك أو اعتقالك الحادث أدى إلى إصابة شخص ما بجروح خطيرة يعني مثلا أنه هذه هي الأسباب التي يتوجب عليك أن ترفق نسخة من الغرامة نسخة من الدفع وكيف حلت المشكلة إذا كانت الغرامة بسبب القيادة تحت تأثير الكحولة والمخدرات إذا كانت هناك يعني حجز أو اعتقال تم حجزك واعتقال أو إذا كان مثلا أنه أدت إلى حادث ما لا سمح الله هو أنه شخص قد تضرر بصورة خطيرة يعني لكن لا يتوجب عليك أن ترفق هذه النسخة من الغرامة إذا لم يتم الحجز والاعتقال لم تكن بسبب تناول الكحول والمخدرات يعني السياقة أو القيادة تحت تناول الكحول والمخدرات أو الغرامة لم تتجاوز الخمسمائة دولار أو النقاط على إجازة القيادة فيجب عليك الانتباه متى عليك أن تقدم أو ترفق نسخة من الغرامة ومتى لا يتوجب عليك أن ترفق نسخة من الغرامة وكيف حلت فهذا هو الفرق بين الاثنان وأيضا يجب عليك الانتباه إلى السؤال رقم 23 من الـ Application مهما كان نوع الغرامة المرورية فيجب عليك أن تختار كلمة Yes وليس No طبعا هناك نوع ما يحدث سوء فهم لبعض الأشخاص يعني أن البعض يعتقد أن الإجابة بنوع على السؤال 23 حتى وإن كان عندهم غرامة مرورية بسيطة وهذا خطأ جدا إذا كان عندك غرامة مرورية يجب عليك أن تجيب بنعم كما شرحنا لكم طيب ماذا لو أجبت في الاستمارة بصورة خاطئة ماذا تفعل؟ يعني نقول أن الشخص كان عنده غرامة مرورية بسيطة ربما يعني تجاوز الإشارة، ربما سرعة، ربما لم ينتبه إلى شارع مثل المدرسة، نسبة القيادة، السرعة وهكذا يعني لسبباً وآخر فماذا يجب عليك أن تفعل؟ وإنت كتبت No وهي المفروضة أن تكون Yes فلا تقلق حتى لو كانت إجابتك بصورة غير صحيحة يعني لعدم فهم السؤال وغيرها فهناك إجراءات بسيطة عليك أن تتخذها قبل يوم المقابلة أو قبل يوم الامتحان مثلاً أن تتصل بمكتب DMV يعني مكتب المرور، اللي هو بمنطقتك، بمدينتك، يحصل على نسخة من الغرامة المرورية تحاول أن تبحث بحسابك بحساب البنك، يعني سواء كان بحث يعني أرسلت تشيك أو دفعت عن طريق البطاقة البنكية يعني حتى تحصل على النسخة أنك دفعت هذه الغرامة وحاول أن تحل المشكلة مهما كانت يعني قبل موعد الامتحان وإحضار نسخة معك الأوراق يعني فقط للضرورة، يعني حتى لا يؤثر على وضعك وربما سيطلب منك الضابط أن تحضر هذه المستمسكات أو ترسلها لهم وربما سيؤخر موعد حصولك على الجنسية حتى لو نجحت في الامتحان في ذلك اليوم لذلك نصيحتنا نحن أن تحضر معك نسخة من الغرامة المرورية والأوراق مهما كان نوع التكت للضرورة، فقط للضرورة، أو للتجنب التأخير، مراجعة معلوماتك واستمرتك يعني هي محاقة الضر، يعني لو كانت معك ورقة ممكن تضعها بجيبك، بظروف، بفايل، بحقيبة صغيرة يعني محا الضر، إذا سألك الضابط عليها هي موجودة، إذا لم يوصلك عليها محا تأثر فلذلك يعني أنه يكون الحذر واجب، والأفضل أنه واحد يكون مستعد للامتحان قبل يوم موعد الامتحان طيب، إنت لو كان عندك خطأ في الاستمارة، وكيف ممكن تصلح؟ يعني ما هي الطريقة التي ممكن أنت تصحح؟ يعني ماذا تقول للضابط؟ حتى أن يصحح لك الاستمارة، لأن هو الهدف من المقابلة هو يعني مراجعة معلوماتك وتصحح إذا كان هناك أي أخطاء مثلا تقول للضابط، sorry officer, I made a mistake on question 23 and I would like to correct the information I do have a traffic ticket and they have resolved it. I have the documents if you need to review it مرة أخرى, sorry officer, I made a mistake on question 23 and I would like to correct the information I do have a traffic ticket and they have resolved it. I have the documents if you need to review it كما قلت لكم، اللغة الإنجليزية هي ليست حفظ، وإنما فهم يعني هذا الكلام أنه ممكن أنت تصيغب إسلوبك الخاص يعني عبارات أخرى، كلمات أخرى، بسيطة، قليلة، يعني الفكرة لازم تكون هي نفس الفكرة يعني تعتذر من الضابط، تقول لي أنه عندي خطأ بسيط بالاستمارة بسؤال 23، أنا مثلا جاوبت بـ no، بس عندي ticket أنه هذه المستمسكات يعني عندي إذا تحب تشوفها يعني تطلع عليها، واضح؟ لأن الكذب غير مقبول إثناء الامتحان، لأن هذا بالتأكيد سيؤثر على المحاصرة النهائية والنتيجة النهائية طيب، كما قلنا لكم في فيديوهاتنا السابقة، وأيضا نكررها مرة أخرى الاستعداد والدراسة هو طريقك للنجاح والحصول على الجنسية الأمريكية يعني يجب عليك أن تكون مستعد من كل النواحي، من توفر المستمسكات المطلوبة وأيضا من الاستعداد لامتحان والقراءة بشكل صحيح شكرا جزيلا لكم، نشكر دعمكم المتواصل لقناتنا، قناة الأكاديمية الأمريكية العربية إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة وضغط على زر الإعجاب اللايك وأيضا تفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد من قناتنا قناة الأكاديمية الأمريكية العربية شكرا لدعمكم المتواصل لنا، ولا تنسون أنه سيكون هناك درس حي للدراسة عندما نصل إلى عشرة أعلاق مشترك في القناة نشكر دعمكم المتواصل وانتظرونا في فيديو جديد قريبا إن شاء الله شكرا جزيلا ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع للتذكير مرة أخرى عن كتاب وسيدي اختبار الجنسية الأمريكية مع الأكاديمية الأمريكية العربية طبعا مرة أخرى نذكركم بأن الأكاديمية الأمريكية يوجد في مكتبتها كتابين الكتاب القديم والكتاب الجديد الكتاب القديم طبعا هو للمتقدمين بطلب التجنس قبل تاريخ 1-12-2020 والكتاب الجديد المتقدمين بطلب التجنس في تاريخ 1-12-2020 وما بعد تاريخ 1-12-2020 لطلب نسخة من هذا الكتاب يمكنكم التواصل مع الأكاديمية عن طريق الهاتف يما بإرسال نصية أو التصال على رقم الهاتف 949-516-1100 949-516-1100 طبعا أيضا هذا موقعنا الألكتروني www.taa-a.com أيضا هذا الكتاب طبعا هذا شكل الكتاب القديم الذي يحتوي على المئة سؤال مع جزء القراءة والكتابة والapplication ومفردات للحفظ والتمارين للتدريب والدراسة طبعا الكتاب هو في اللغة الإنجليزية والعربية مترجم وأيضا اللفظ في اللغة الإنجليزية لكن في حروف عربية وأيضا يأتي مع سيدي يمكنك تشغيله في السيارة أو الحاسوب طبعا الكتاب القديم سعره هو 29 دولار فقط يوجد عليه شعار الأكاديمية وهاتف الأكاديمية أيضا هذا الكتاب أيضا موجود في مكتبة الأكاديمية واسمه عليه الكتاب القديم أيضا هذا شكل الكتاب الحديث الجديد الذي يحتوي 128 سؤال الجديدة مع جزء القراءة والكتابة والapplication والمفردات والتمارين أيضا يأتي هذا مع سيدي في جميع الأسئلة أيضا هذا يحتوي على سيدي في اللفظ وأيضا في اللغة العربية والإنجليزية وهذا الكتاب أيضا هو في اللغة الإنجليزية والعربية واللفظ في اللغة الإنجليزية لكن بحروف عربية أيضا يوجد عرض على هذا الكتاب الجديد مع سيدي مجاني مع هذا الكتاب للأشخاص الذين يطلبون خلال هذه عشرة الأيام الحالية أيضا سنضع لكم في أسفل هذا الفيديو في الوصف رابط الكتاب القديم ورابط الكتاب الجديد أيضا وإذا لم تستطيعوا طلب هذا الكتب يمكنكم التواصل مع الأكاديمية مرة أخرى عن طريق الهاتف 949-516-1-100 طبعا مرة أخرى لا تنسوا الاشتراك في قناتنا قناة الأكاديمية الأمريكية العربية من خلال الـ Subscribe والضغط على زر اللايك الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من قناتنا والفيديوهات هذه نضعه لكم وأيضا مشاركة القناة مع كل المهتمين نشكر دعمكم متواصل لنا لأن هذا يشجعنا أن نضع لكم فيديوهات جديدة وبكل ما تطلبون نرجو منكم أن تكتبوا في التعليقات ماذا تريدون من الفيديوهات لكي نعمل لكم فيديوهات خاصة في هذا المجال شكرا لكم شكرا لمتابعتكم لقناتنا ولدعمكم المتواصل وانتظرونا في فيديو آخر جديد قريبا إن شاء الله شكرا لكم